في الحقيقة إحنا إذا بنكلم عن تأثير الحالة النفسية أثناء الحروب فنقدر نأسم المتأثيرين بالحروب إلى قسمين القسم الأول أشخاص متصلة بالحدث والقسم الثاني هم أشخاص في قلب الحدث في قلب الحدث هم المقاتلين أو المقاومين أو قد يكون العدد أيضا يتأثرون بالحدث تأثر بالغ اللي بيفرق ما بين المجاهد أو المقاتل والعدو هو العقيدة اللي بيدافع عنها الأهداف اللي بيسعي لها الإيمان والمعتقدات الراسخة في ذنه اللي بتدفعه سواء أنه يدفع عن أرضه أو أنه يحتل أرض أخرى يعني الله سبحانه وتعالى حسم هذه القضية في القرآن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولكن الفرق ما بيننا وما بينهم وترجون من الله ما لا يرجون هم يرجوا نصر أيضا ونحن نرجو نصر ولكن ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى الشهادة حالة الأخرى هم الأشخاص المتصلين بالحدث الجماهير المدنيين الأشخاص اللي بتبعوا عبر الشاشات كلما بتعد الإنسان عن الحدث كلما كان التأثير النفسي أضعف كلما اقترب الإنسان عن الحدث كلما كان التأثير النفسي أقوى يعني اللي يمكن نساوي نفسنا نتابع عن طريق الشاشات بأشخاص عايشين في القطاع بأشخاص تهدم بيوتهم بأشخاص يقصفوا عشان إسرائيل قررت أنها تطلع غلها في المدنيين اللي يمكن نساوي نفسنا بأشخاص شغالين في الإغاثة الإنسانية شغالين في التواقن الطبية هؤلاء يتأثرون بالأحداث تأثر بالغ قد يكون تأثرهم مثل تأثر المقاتل لأنه هنا معيار مهم جدا وهو معيار الكفاءة الشخصية في أشخاص قادرين على المرور بالحدث الصدمي ولكن يستطيعون تحويله إلى حدث ضاغط أو حدث شق يستطيعون أنه يتكايف معه بسهولة في أشخاص إذا مروا بالحدث الصدمي يتأثرون تأثر بالغ وقد يلحق ذلك الطرابات النفسية قد تتحول الصدمات إلى الطراب كربما بعد الصدمة أو ما نسميه PTSD اللي هو اختصار post-traumatic stress ترجمة نانسي قنقر اشخاص قد ثبت ترجمة نانسي قنقر